السلام عليكم حبيبي كيف ذا يرى اللبس عليكم باخر صحتكم اللبس أتمنى تكونوا كلكم باخر وعلى خير إن شاء الله إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا القناة لي أنا اسميتي حجيبة من أوستن إذا عجبكم الفيديو دعوا لي لايك واشتركوا في القناة بالضغط على الزر سابسكرايب اليوم أريد أن نشارك معكم واحدة حلوة شامية علامة مصرية ما شيء مغربية حلوة تكونوا كنت تعرفوها ليس ما كنت تعرفوه بسميزها بسبوسة كنت تجيز زوينة 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 كنت تدب في الفم كنت تقدر التكلية في أي وقت أنا لا تخطعني صراحة من الدار ديما كنت نديرها مع رايب مع أتي وسهلة توجيديها إذا جينا عندك ضياف أو شيء ليس صعيبة فصراحة سهلة توجيديها ومقادرها في المتناول يعني أغلبية تلقيهم في كل دار وكتجي بنينة تتحمر الوجه دعوكم معي لكي نريكم المقادير والطريقة إن شاء الله مهم نمشي على بركة الله مع المقادير نحتاج السبعات الحوايج التي هي رئيسية في الأول لدي كاس سميدة رقيقة أي كاس تستعملتوا كاس صغير كاس كبير يعني المهم أن تتعبروا نفس العبار قلت عندي كاس سميدة رقيقة وعندي كاس سميدة غليدة وعندي كاس الكوك وعندي كاس الحليب حليب نيدة حليب مجفف وعندي كاس ساندة وعندي معلقة وعندي وعندي نفس العبار كاس كاس وعندي كاس كلهم من نفس العبار قلنا كاس تستعملتوا وكاس تستعملتوا وعندي كاس كاس سوف نخلطهم قليلا بأي خلط لديكم سوف نخلط معهم كاس الماء هو الأول لكي لا يجمع لي الزيت سوف نضع معهم كاس الزيت سوف نخلط هذا الشيء جيد الذي يريد أن يستعمل ذيه بإمكانه سوف تكون سهلة سوف نخلط البنات سوف نخلط البنات سوف نخلط لا يجب أن تخلط كثيرا سوف نخلط لكم دقيقة لا يجب أن تخلط سوف نخلط أحد صانية وهناك مدهونة مدهونة بزبدة لقد اضفت لها السميدة بانة يجب أن تخلط البنات سوف نخلط الصانية على حسب مقادر أنا أحصلت في كاس كبير ونحتاجها جرقة ونجلبها سوف نخلط صانية كبيرة سوف نخلط هذه وتعطي البنات كاس العنبة نخلط البنات فردهم غير صغير موغر المال هذا المال اني ضعّر صغير هذا هو طريق على حسب المقادر على حسب عينكم سوف نخلطها سوف نخلطها سوف نحاول نخويها كاملًا لكي لا نضيعها سوف نضيعها سوف تلقى ورسكم سوف تأكلها من داخل سوف تقوم بها سوف تذهب مع الصينية كاملًا سوف تجدكم نوع من أنواع المكسرات من أنواع الفواكه الجافة أنا مصر و القرقع وها تأتي بها جافة و لكن تستطيع ان ارزها لا ترتبطون بها سوف نحاول نزولها سوف نضع القرقع سوف نضع القرقع سوف نقوم بجوش لكي يكون فيها اللوز وقرقع لكي يكون هناك حساسية من القرقع وكي يكون هناك حساسية من القرقع وكي لا يريد أن يقوم بجوش كما يريد أن يقوم بجوش سوف نقوم بجوش بعد ما أن تزوجها كاملة سوف نقوم بجوش رائع الموز إذا حدثوا تقوم بجوش وقرقون بالجوش أو لا يستطيع الطعام من الأجلة هذه تقرقون بالجوش سوف نقوم بجوش قطعهم كلها عショا مثلا الجرقع يوجد الطعام سوف ندخل الفران على درجة 180 و 360 سوف ندخلها طيب لذلك الناس الذين يجعلونها ساعة و ساعتين في تلاجة لتدراسها لديكم الوقت و عندكم ما يدار سيروا قدروا شغلكم سيروا ديروا ما يريدون و أجلوا طيبها لا شيء مشكل لا يوجد لديكم الوقت و مزروبين تقدروا طيبها في نفس الوقت سوف تأتي نفس الشيء بصير الح و تبنزل الحرب سوف نسخدها بالتفضل سوف نسخدها في سيروب سوف نسخدها في دورة من السكر و لم يكن مشكلة ما يوجل و سوف نقوم بالتعب ثم سوف نضيف الكمية و سوف نضيف الكمية سوف نحرك سوف نشعل عليه البوطة ونجعل السكار المرة الأولى سوف نشعل السكار سوف نضيف السكار ثلاثة دقائق سوف نزيد الحامض سوف نزيد الحامض تقريبا واحد ثلاثة أو أربعة على حسب كيف تريد الحمودة؟ كلما كانت محمودة صراحة تجيزوينة أنا يعجبني فيها الحامض بثاف يعني يجيب لها واحد مضاق مختلف في راحة الوديان المغربية هذا السيروب الذي نصاوب هو الذي سوف تسقى به في اللخر سوف تخرج من الفران هو من الأحسن أنه يكون بارد إذا قدرت تصاوبه و تجعله يبرد يكون حسن أنا بعد المرة أصابه و نضيفه في الثلاجة في الزربة لكي يبرد اليد يعني تكون بسبوسة سخونة و إذا كان السيروب يكون بارد يتشرب يتشرب و يجيزوين يجيبها بحالي لمعلكة و تقدروا تصابه و تصابه و تجعله في الثلاجة لا تخسر يعني تصابه بنفس الطريقة و تضيفه في الثلاجة يكون لديكم واجب من أن تصابه بسبوسة يعني تكون واجبته و بالصرحة لا يأخذ وقت يعني تصابه يصابه بورد لا يأخذ وقت من بعد ما نضيفه السكر سنضيف الحامض الحامض لا ترتبطه و لا تقوم بشكل و لا تريده كل ما كانت حامضة كل ما كانت حامضة كل ما كانت حامضة لديكم الحامضة سأصروا أنا مقازة قليلا سأخذ هذا مع الحامض و نضيفه و لا نعيش رأسي ليس تقتل و دعوة الان كانت صحيح و لنظيفه لو كانت حامضة و جربتها مجبال و جربتها يجبز و يجبز و لكن حامضة مجبسة كما تصابه هم جمع سأخذ كما تصابه يجبز كما تصابه فإن يأخذ تدروا بحل لديه الحامد مع السكر و مع السكر وتتطبوا بسيروب يعني بحل بسطريقة الحامد او نسيذ ما قلت لكم بالنسبة للسيروب باش ما يقصح لكم ما تخليوه شوكس طويل بزاف حدوه يدوب سكر ويغليه ايلا يبدي يغليه كتخليوه يلا تمانية دقائق يعني تمانية دقائق كافية على عافية متوسطة ما شي مهيلة ما شي سميتو يعني كافية إذا خليتوه بزاف فرح يأعقد لكم كيف يكرم لكم وهذه هي بس بوسا ديانة من بعد ما طابت شوكي محمرة ده بغا نحاول أنا نقطعها نقطعها على حسب هاد نقطعها مستطيلات على حسب هاد هاد المكسرات اللي قدرت فيها هاد الفواكين جافة اللي قدرت فيها إلا عندكم موس ماضي يعني مزيان قطعوها نقطعه وهذه بوسة ديانة نخرج شوكي محمرة هي بقى سخونة وسيروب تلاجة برجلية ونحاول نسقيها كاملة لا نجعل أيضاً بلاساً عندما تكون سخونة تشرب جيداً تحاولوا لا تفعل خطوطها بالضبط لحاولوا تفعل وسط منها ستشرب ستشرب وما ستشرب ستشرب جيداً وما ستشرب جيداً لا تكون ناشفة لا تكون ناشفة ولكن سيرب يزيد جيداً وهذه هي بوسة للي سأحيطها من الصينية وسأشاركها معكم ستشرب 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 وعدتكم ونشاركها معكم ونحن لكم ونحن لكم معي لا تتشرب ستشرب ستشرب ونحن لكم ستشرب 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 ونحن لدي من أمازون ستشرب 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 موسيقى نتجلها نتجلها موسيقى موسيقى عافتك منو عافتك وليلا موسيقى ليلا وليس كنتي سعافتك موسيقى موسيقى هذه 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 لا أعرف ما هي هذه هذه عرفتها أو باقي لا أعرف كيف هي هذه هذا هذا يمكنكم ويقوم بعمل حسنا ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل هذه هي هناك مكانة ويقوم بعمل ويقوم بعمل سوف نركبها ونرجع معكم تحضر كاميرا هذه هي تطورها ويقوم بعمل تكون طويلة أنا أريكم هذه كاميرا هنا خيط ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل البولة وعندها وعندها تقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل ويقوم بعمل وقدهت منعلك لنجربي كما نريد وتولي لا يوجد فرق للا وهذه هي الكاميرا مهم ان هناك الضو في الدار كاملا يعني هذا غير الضو هو اللي يشاعل بصراحة كدوية مزيان سنشعل الضو ونرجع لكم ونرى كيف ستكون اداء اخرى هذه هي الكاميرا بصراحة الضوية مزيان يعني اذا اخرج برا نصور في الليل ستطور مزيان وان شاء الله في الفيديوهات سيكونوا حسن كتصوير ستسمعكم لهاية الفيديو انتمنى يعجبكم اذا اعجبكم لا تنسونيش بلايك ودروا سبسكرايب لكي يصلكم كل جديد لا تنسونيش تعليقاتكم تشجيعاتكم على خير ونتلاقوا ان شاء الله في الفيديو جديد